كابتر عامل عايز سألك تحديداً عن مصطفى الشبير والمستوى اللي بيقدمه منذ تولي مهمة حراسة مرمى النادي الاهلي بعد إصابة محمد شينيان يعني طبعاً أنا شايف مصطفى بقى إضافة للنادي الاهلي يعني أنا مشاء الله عليه تركيز مش محسسنا بالغياب ده عارف إنت ودي حاجة طبعاً يعني حاجة مميزة لأننا مفيش مطش بيقع منك تقول يا شينيان لا خلاص إنت عندك مصطفى ما حاجة بيكلم بالعكس عامل مطشات هايلا بنشوف بليد صديات رائعة في مطشات مهمة جداً برا ملعبك وجوه ملعبك ومطشات في وفي ظروف صعبة يعني إنك تبقى لعيب فاهم جاي وراء شناوي كمان فاهم قصلي شناوي برضو حارس مصر الأول فأنت تجي مكانه فأنت مطلب عليك ضغوط كبيرة جداً بتحرس الأهلي في وقت صعب بتحرس الأهلي مكان محمد شناوي اسمك مصطفى شبير فضغط الوحيد بضغط يعني هو الوحيد بصراحة أنا عنده يعني بضلك بتحس بضلك يعني بس ما شاء الله عليه ثبات في الكاركتر يعني في تحس فيه هدوء شوية في الجزء اللي ورا يعني دايماً إحنا بنشوف المطشات أو لما نحس فيه الدربكة وأخطاء في خطة لا تلاتة أو أي حد بيلعب مع مصطفى بيبقى فيه هدوء وتحس فيه نسجام بينهم أفكرك بحاجة بعد عصام الحضري لما مش من الأهلي كل اللي جوم بعديه كلهم حدث محترمين وأسماء محترمة وكل شيء بس تحس كان دايماً حدث مرمى النادي اللي فيها خلل فيها توطر فيها خوف ما كله جاي وكان الجملة شاية يقولك إيه بس ده جايه برضو بعد عصام الحضري فأموره صعبة جداً بالزبط أو نفس الكيس بتحصل دلوقت بالزبط ما دي أنا برضو عشان أنا عشان كده بقى ألفت نظرك ليه أنه دي حاجة مهمة جداً أنت لما بتيجي ورا حد يعني جامد جامد قوي جامد فأنت فأنت مش عتقارنك تلقائي تلقائي غزباً عنهم هم لسه أصلا لسه شايفين بقى مبارح شتناوي بكسر الدنيا فلا أنا شايف أنه مصطفى يعني ربنا يكريمه طبعاً ما يبعد عنه الأصابات ماشي بشكل كويس جداً وإضافة للسكواد بتاع النادي الأهلي هاي أنت دلوارده في موضوع الشرق والبيع والحاجات دي أنت دلوقتي النادي الأهلي الفترة اللي فاتتكوا إنا شايفين بيفكر بشكل جدي لازم يكون كبير وإسم كبير لأ دلوقتي أنت معتقدش النادي الأهلي ترجط من نسبانه أن يجيب حالي سماره حلو مصطفى شوبير مصطفى بيقدم بالنسبة لنا الإضافة كل الناس كاب بتتكلم أنه لازم خط الدفاع يبقى واقف على حيله بالذات في المباريات الأولانية عشان يقدر يشير مصطفى في الفترة لحد ما يسبت رجله لأ هو مصطفى هو اللي دارة على بعض الأخطاء اللي كانت موجودة في المباريات اللي فاتت كلها في ظل مباريات صعبة خلينا نقول لك أن مصطفى شوبير السنة دي لعب خمس مباريات لم يستقبل أي هدف من لعب مفتوح واستقبل هدفين من ركلتين جزاء لم يستقبل أي هدف من لعب مفتوح كان الإكسبيكتي الجودز أو الهدف المتوقع يستقبلها الأهلي في المباريات دي سبعة يعني الأهلي كان مفروض يستقبل سبع أهدف في الخمس مباريات سبعة وشوية كمان سبعة واربعة من عشرة فتتكلم على أنه بدل ما الأهلي يستقبل سبعة تمن أهدف في الخمس مباريات اللي لعبه مصطفى استقبل صفر استقبل هدفين فقط فقط من لعب سابت أو من كرة سابتة اللي هم ركلتين جزاء ماستقبلش ولا هدف من لعب مفتوح في مباريات صعبة جدا منها مبارات ميدياما خارج الأرض بلوزات خارج الأرض حتى مبارات يانج أفريكنز خليني أقولك أوريك حالتين وكورتين كانوا صعبين جدا شلهم مصطفى شبير في مبارات يانج دي كانت كرة انفراض طلع قفل زويته ده بشكل ممتاز رغم راكل عدة بشكل غريب جدا وهجيلك في اللقطة دي تحديدا بعد شوية لما نتكلم على مبارات الأهلي والزمالك شلها بشكل ممتاز ايه؟ بعدين ايه؟ دي اللي انا اتكلم عليك في الفاصل من حاجات المهمة فاهم؟ في ناية الشد أول في توقيت صعب في توقيت صعب جدا انت لو دخل جون فيك في التوقيت ده هيبقى يعمل لك أزمة أزمة كبيرة صح الكرة اللي بعدها واحدة تاني برضو سقطت من وراء الدفاع راجل حطها بدماغه رغم انه طلع لقاها بعدت عنه رح واخد الخطوتين ورجع لوراءة الفريم اللي بعده ورجع شلها من الدقيقة رغم ان الراجل حطها كرة صعبة جدا على شمال مصطفرة كان واخد الخطوتين بشكل خطأ ورجعهم تاني شل كرتين صعبين جدا وبيكمل سيناريو التقلق بعد مباراة مدياما واحد من العاصر الفعالة جدا اللي ساعدت الاهلي انه يكون في المركز الاول في دور المجموعة ممتاز